اهلا بكم منذ تفجر تظاهرات تشريم في العراق ومع اولى عمليات القمع والقتل التي تعرض لها المتظاهرون السلميون ظهر مصطلح ما يعرف بالطرف الثالث على انه هو من يقف وراء قنص المتظاهرين وقتلهم حيث استشهد من المتظاهرين حتى الان نحو الف فضلا عن الاف الجرحى والمعتقلين بينما يؤكد المتظاهرون والنشطاء انفسهم ان هذا الطرف هو الميليشيات الطائفية التي تدين بالولاء لايران كما ان هذا الطرف صارت تنسب له ايضا عمليات استهداف المصالح الاجنبية في العراق نظرية الطرف الثالث الحكومية ومسؤوليته عما ينسب اليه من قتل للمتظاهرين السلميين واستهداف المصالح الاجنبية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرع فيها على السئلة التالية ما حقيقة وجود طرف ثالث وفق الرواية الحكومية يقوم بقتل المتظاهرين واستهداف المصالح الاجنبية في العراق وهل الرواية الطرف الثالث الحكومية واتهامه بقتل وخطف المتظاهرين مقنعة للرأي العام في العراق وخارج العراق وهل اتكاء قوى السلطة وميليشياتها على نظرية الطرف الثالث واتهامه بقتل المتظاهرين رفع عن كاهل هذه السلطة عبء هذه الاتهامات الخطيرة ولماذا يؤكد المتظاهرون والناشطون أن الطرف الثالث الذي يقتل شباب التظاهرات هي الميليشيات وفرق الموت الخاصة التابعة لإيران وللسلطة في العراق ولماذا لم تنجح قوى السلطة في العراق في الكشف عن هوية الطرف الثالث والقبض عليه برغم مضي نحو تسع الشهور على ظهوره واتهامه بقتل ألف متظاهر ضيف الطاولة رفع الفلاحي ثامر علواني ضافر الشمري عندما لا تستطيع إخفاء الجريمة تسعى إلى شيطانة الضحية لتبرير قتلها وعندما لا تملك مبررات الشيطانة تقر بوقوع الجريمة ولكن تسجلها ضد مجهول تحقيق إدارية هذه لن تستطيع في أي يوم من الأيام أن تكتشف الطرف الثالث طرف الثالث طرف الثالث تكرر هذا كثيرا في مسلسل صراع الشعب المقهور مع السلطة المستبد ففي سوريا مثلا سجلت الجريمة ضد مندسين أما في العراق فلم تجد الحكومة سوى تسمية الطرف الثالث المجهول لتسند إليه كل جرائم قتل المتظاهرين في ثورة تشرين وعلى مدى عدة أشهر وبعد كل مجزرة واضحة المعالم يكرر مسؤول الحكومة رواية الطرف الثالث لا يوجد أي حمل سلاح لكافة القوات الأمنية الموجودة مقابل المتظاهرين وأنما القتل الحاصل هو قتل من طرف الثالث ولم تسأل الحكومة نفسها وهي تطرز هذه الحبكة كيف تسلل الطرف الثالث إلى التظاهرات مخترقا الطوق الأمني الذي يحاصر المتظاهرين ثم أليس من المفترض أن يقتل الطرف الثالث من القوات الحكومية كما قتل من المتظاهرين حتى يبلغ هدفه ببث الفتنة كما ترويج الحكومة حري بالحكومة أن تحدد الطرف الثالث بعد ثمانية أشهر من بدء قتل المتظاهرين وخصوصا أنها تملك جهاز استخبارات تمكن من تحديد مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء قتله كما تروي الحكومة طبعا حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له من يسمع رواية الطرف الثالث فإنه يناقشها على سبيل التهكم للجدية لأن القاتل لم يكن يضع لثاما عندما ارتكب المجازر وأهل الدم يعرفون غريمهم كل المنظمات الدولية والتقارير الصحفية والناشطين والمتظاهرين وأمهات شهداء وإخوتهم وأبائهم كل هؤلاء أجمعوا أن القوات الحكومية والميليشيات هي الطرف الوحيد الذي قتل المتظاهرين فهذه منظمة العفو الدولية تؤكد أن قوات الحكومة وميليشيات إيران استخدمت قنابل حارقة وغاز أعصاب ضد المتظاهرين مثل ذلك ذكرت منظمة هيومن رايت سووتش وحتى مفوضية حقوق الإنسان المقربة من الحكومة أقرت بذلك المتظاهرون حددوا هوية القاتل منذ أول يوم هتفوا فيه ضد إيران وأحرقوا مقرات ميليشياتها كذلك عندما عروا النظام الطائفي الفاسد ولم يثوروا لإنصاف شهداء ثورة تشرين فحسب بل من أجل محكمة لجريمة امتدت لسبعة عشر عاما حول فيها البلد كله لمسلخ بشري وغابة تحكمها الوحوش أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في ما يسمى بالطرف الثالث نظرية الطرف الثالث الحكومية ومسؤولية هذا الطرف عما ينسب إليه من قتل وخطف وقنص للمتظاهرين ولاحقا أيضا استهداف المصالح الأجنبية بالقصف بصواريخ الكاتيوش ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي هنا في الاستوديو وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور ثامر علواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا أيضا من سيدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الشؤون الأمنية مرحبا بضيوف الكرام جميعا حياكم الله نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور مصطلح الطرف الثالث ظهر مع الساعات الأولى لانطلاق التظاهرات ومع عمليات القتل والخطف وقنص المتظاهرين أصبح هناك ما يسمى بالطرف الثالث أنه هو المتهم بقتل هؤلاء المتظاهرين السلميين في العراق هل فعلا هناك طرف ثالث مجهول يقتل المتظاهرين ويقصف مصالح أجنبية سفارات أو قواعد تابع للتحالف الدولي بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد في فلسفة الحكم والسلطة في البلدان التي تحترم شعوبها في البلدان المتقدمة لا توجد تقسيمات مثل هذه طرف أول وطرف ثاني هناك طرف واحد الحكومة والسلطة طرف واحد السلطة منتخبة من قبل الشعب والشعب والحكومة طرف واحد حتى المعارضة هناك أهداف عليا تلتزم بها اللي هي مصلحة البلد وعندما تلتزم كل الأطراف الشعب والسلطة والمعارضة اللي هي من الشعب أيضا بالأهداف العليا للحفاظ على البلد ستكون طرفا واحدا مثل البيت الواحد البيت الواحد في عدة أبناء قد يختلفون في الفكر قد يختلفون بالتوجهات لكن لديهم أسس معينة أن البيت يجب أن يظل قائماً والبيت يجب أن يحافظ لا أحد يتجاوز فبالتالي يبقى البيت واحد والكل ينتمون إلى هذا البيت لو لا يوجد طرف طرف أول وطرف ثاني وطرف ثالث هذا المصطلح ربما في الدول النامية فيما بعد دول التي حصلت على استقلالها فيما بعد ظهر مصطلح الطرف الأول وطرف الثاني الشعب وسلطة وبعد ذلك تطورت الأمور إلى الانتخابات وبدأت تدمج هذه القضية لكن في السلطات الاستبدادية في الدول التي تحكمها سلطة استبدادية سلطة قاهرة سلطة غير حقيقية لم تأتي لمصالع الشعب ولم تأتي من رحم الشعب تبدأ هذه التسميات تظهر هذه التسميات لذلك هذا المحتوى المحتوى الذي ترمي عليه كل السلطة ترمي عليه كل جرائمها كل فسادة كل خرابة على محتوى تحمله المسؤولية هذه في النظم الاستبدادية النظم الخارجة عن إرادة شعوبها في العراق هكذا هو النظام من صباح عسنة لحد الآن هو يحاول أن يرمي التهم يعني يجد محتوى من البداية كنا نسمع بعثيين معرف من وصدامين إرهابين وبهذه التسميات كلها لكن بالنتيجة تسمع هناك انفجارات هناك وبعد ذلك تأتي الاعترافات وإذا بأحزاب السلطة هي التي قامت بالتفجيرات فيما بينها في كثير من المناطق وأذكر مرة يعني وزارة الخارجية كمثال فجرت وظهروا أن على الشاشة مجموعة من الناس قالوا أن هؤلاء الذين فجروا وزارة الخارجية وتم إعدامهم هكذا أبو فيما سمي بالأربعاء الأسود لا أعرف ما يعني تعرف أنت أيامنا كلها سوداء نعم من 11 سنة لحد الآن وبعد مدة قصيرة بعد شهور وإذا بنفس الشاشات تعرض مجموعة أخرى تقول هذه هي المتهمة بتفجير وزارة الخارجية وسيتم محاكمتهم وعدموا طيب والمجموعة التي سبقت ماذا كانوا هل كانوا أبرياء أم كانوا هم أنفسهم لم يعدموا وبعد مدة تكررت الحالة لثلاث أو أربع مرات فبالتالي أنت أمام حالة غريبة عجيبة أنت أمام محتوى يعني مثل الوعاء يرمون عليه كل شيء عندما بدأت التظاهرات وإذا بمصطلح الطرف الثالث هذا الوعاء يعني فلسفتهم وجدوا هذا المصطلح مناسبا جدا لكي يرموا عليه يعني هناك مصطلح الطرف الأول اللي هو الشعب وهناك الطرف الثاني اللي هي السلطة وأحزابها وقوى العملية السياسية هناك الطرف ثالث هذا لا من الشعب ولا من السلطة فبدأوا يرمون عليه هذه التهم وصولا إلى حالة اكتشفوا أنه يعني هذه اللعبة ممكن أن تنجح لماذا لا نحولها على الشعب هم يريدون أن يزيحون التظاهرات فبالتالي يبدلوا القضية وقالوا أن الطرف الثالث هو جزء من التظاهرات جزء من المتظاهرين عندما للتفسيرات حتى التفسيرات وصلت إلى تفسيرات مضحكة مبكية لا أعلم قالوا أنه مجموعة من الشعب من المتظاهرين عندما يصطدمون بالقوى الأمنية يبدأون بالاستقدام بالقوى الأمنية يضربون بعضهم فيسقط منهم يسقط منهم يعني يقتلون نفسهم بأنفسهم فبالتالي هم الطرف الثالث من الشعب لكن أما أن تهجم الميليشيات وتقتل وما أعرف منه وهذه كلها الطرف الثالث وهذا الطرف الثالث وصولا إلى القصف اللي حصل ومجيء حكومة مصطفى الكاظمي وقال أنه لا يمكن وعطت عهد أنه لا يمكن القصف على المنطقة الخضراء واستهداف بالسفارة الأمريكية والمصالح الأجنبية وهكذا قال وسنحاسب وقالت كل الميليشيات اللي موجودة في العراق وهي الطرف الثالث وهي الطرف الأول وهي الطرف الثاني في العراق هناك طرف ثاني وطرف ثالث الطرف الثالث اللي هي الحكومة وميليشياتها طرف واحد يعني الحقيقة هي طرفين فقط طرف الحكومة وطرف الشعب وهذه جزء من فقالوا أنه يعني لن نقصف ونحن أمام مسؤولين عن القصف وهذا اللي يحدث طرف ثالث للحد اللي وصل في اعتقال ليلة الجمعة هذه فجر الجمعة عندما اعتقل هؤلاء الأربع وإذا بهذه الحادثة تكشف كل حادثة كشفت كل المستور من هو الطرف الثالث إذا كانوا هم قبل أيام يقولون أن الطرف الثالث هو من يقصف ولسنا يعني لا نتحمل المسؤولية وإحنا يعني ليس لنا علاقة بهذا الموضوع وعندما مسكوا الطرف الثالث وإذا به من الميليشيات وإذا به ثائرتهم تثور وينزلون إلى الشوارع يستعرضون بقواهم ويخرجون من ألقي يتقبض عليهم وبالتالي يطلع الطرف الثالث هو الذي قتل المتظاهرين هو الذي يحمل السلاح هو صاحب السلاح المنفلت الذي يتحدثون عنه هو الذي يخطف هو الذي يقتل هو الذي يفاسد هو الذي لديه أجندات خارجية ترتبط بالخارج إذن الطرف الثالث هذا واضح مثل ما كان الشعب يقول أن الطرف الثالث هي الدولة وهي الحكومة وهي الميليشيات تحدد الدكتور عن قضية الشعب والرأي العام هل كانت رواية الطرف الثالث مقنعة حملت على محمل جدية من قبل الرأي العام في العراق أو حتى خارج العراق أستاذ ظافر الشمري في سيدني مساء الخير أراد أستاذ باجد عليك وعلى الضيوف وعلى المشاهدين الكرام أهلا وسهلا أستاذ ظافر هناك دائما تشكيك بالرواية الحكومية عن وجود طرف ثالث هذا التشكيك لماذا خاصة أن العراق منذ 2003 ساحة مستباحة لكل أجهزة المخابرات والاستخبارات الإقليمية والدولية الحدود مفتوحة على مصراعيها ما الذي يمنع أن يكون هناك فعلا طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين وقصف استهداف المصالح الأجنبية كما تقول الحكومة لعملية التخريب العلاقة بين الشعب وبين قواه الأمنية لخلق نوع من العداوة والبغضاء لماذا هذا التشكيك لماذا لا يكون فعلا هناك طرف ثالث طبعا بالبداية نحن نعرف أن هناك شعب وهناك سلطة وهناك فصائل خارجة عن القانون هذا شيء متفق عليه عند العراقيين الطرف الأول في الواقع هذا هو الواقع الواقع يوجد طرف أول هو الحكومة ويوجد طرف مقابل الذي هو خرج متظاهرا ضد منظومة الأحزاب التي شكلت الحكومة يعني هذا طرفين أما الطرف الثالث من هو؟ مفردة الطرف الثالث ومصطلح الطرف الثالث قاله وزير الدفاع ونفاه وزير الداخلية يعني حتى لو أردنا أن نتخذ هل أن هذا فعلا هو وجهة نظر حكومية تبنتها وزير يثبت ووزير ينفي هناك من يقول أن واللجنة أيضا التي شكلت قالت أنهم ضباط جيش وفعلا هناك من ضباط الجيش من اشترك بعمليات المتظاهرين جميل الشمري متهم وهو من القيادة وأيضا هذا واحد طبعا جنابك استاذ ظافر تشير إلى تصريح وزير داخلية حكومة عادل عبد المهدي ياسين الياسري أو الموسوي الذي قال أنه عمليات بغداد أو ضباط شرطة متهمون بقتل المتظاهرين بالتأكيد أنا أتحدث عن الوقت الذي حصلت فيه هذه الأحداث وفترة التظاهرات في حكومة عادل عبد المهدي وزير دفاع حنجاح الشمري ووزير داخلية ياسين الياسري وهم هؤلاء يمثلان يمثلان الطرفين يعني الطرفين المسؤولان عن المفروض عن الأمن في العراق أحدهما يثبت والآخر ينفي لكن المتظاهرون الشعب يعلمون من هو الطرف الثالث المتظاهرون قبل أن ننتقل إلى قناعة الرأي العام في العراق بوجود طرف الثالث أو الطرف الثالث والميليشيات هذا التناقض بين أعلى سلطتين تنفيذيتين عسكرية وأمنية الداخلية والدفاع ضمن حكومة واحدة هذا التناقض والتظارف في الروايتين أنت بما تفسره أولا الحكومة ضعيفة الحكومة هي كما نعلم وكما قيل يعني قيس الخزعل الذي قال أن الكل غلس هذا الدليل على أن هناك قوة وطرف الثالث هو المسيطر هو الذي يسير الحكومة الحكومة مجرد أدوات يأتي بها رؤساء الكتل رؤساء منظومة أحزاب الفساد المسيطرة التي هي تشكل هذه الحكومة وبالتالي أنت عملك كذا وأنت عملك كذا لا تتدخل في هذا ولا تنظر إلى هذا غض النظر عن هذا واكتفي بذاك وهذا الأمر قيل علنا قاله قيس الخزعل هذا لم يعد سرا وأيضا ما أكد هذا الشيء هو العملية الأخيرة في الدورة التي عندما تصرف القائد العام للقوات المسلحة وقال بناء على معلومات استخباراتية ثبت أن هناك طرفا أقوى من سلطة الدولة أقوى من القائد العام للقوات المسلحة وهو الذي يفرض رأيه في الموضوع الآن هل أن الحكومة تراجعت لأسباب سياسية هل لديها خطأ أخرى أم أنها فعلا سلمت لكن الحقيقة أن هناك تهديدا للسلطة هناك تهديد حقيقي بإثارة حرب أهلية أو حرب بين الفصائل المسلحة وبين الجيش يعني إدخال العراق في مسألة حرب أهلية يعني لا تبقي ولا تذر نحن نعلم أن هذه الفصائل وخاصة ما تسمى الفصائل الولائية هذه الفصائل هي تعمل ضمن المشروع الاستراتيجي الإيراني أنا ذكرت في أكثر من مرة سواء في تغريداتي أو في مقابلاتي أن هناك مشروع استراتيجي يشكل قوة عسكرية مجتمعية ميليشاوية تقف بوجه الدولة وتسيطر على القرار وبالتالي يتم قطع دابر أي توجه ممكن أن يعرقل أو يعيق هذه الاستراتيجية وأهدافها أشكرك دكتور ثامر علواني في عمان هذه الرواية رواية الطرف الثالث التي ظهرت أو أظهرت أو قدمت منذ الأول من تشرين أول مع دوامة القتل للمتظاهرين والسلميين المتظاهرين السلميين خطف واعتقال وما إلى ذلك هل تعتقد أن الرأي العام في العراق وحتى خارج عراق تعامل معها بجدية بصدقية أخذها على محمل الجد واقتنع بها بحيث أن السلطة رحلتها إلى مساحة أخرى من قتل المتظاهرين وخطفهم واعتقالهم إلى نسبة القصف على السفارة الأمريكية وعلى قواعد للتحالف الدولي أن هذا أيضا من يقوم بها الطرف الثالث يعني كأن السلطة أغريت أن الرأي العام قد صدق بهذه الرواية وبالتالي رحلوها إلى قضية أخرى حتى تتخفف السلطة من أعباء هذه الاتهامات الخطيرة حياكم الله أخي الكريم وتحية لكم وضيوفك الكرام أعلا وسهلا أولا مما لا شك في أن المتظاهرين والشعب العراقي غير مقتنع بشيء اسمه الطرف الثالث وأقصد به جهالة الطرف الثالث لأن الحكومة تريد أن تقول أنها لا تعرف من الطرف الثالث وأنه مجهول لكن الحقيقة والواقع والشواهد الكثيرة تقول أن الحكومة تعلم تماما من هو الطرف الثالث ولكنها متآمرة معه خصوصا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي خلعه المتظاهرون أجبروه على الاستقال والقسم الثاني يعرف ولكنه يخشى من التحدث بالأمر لأن الميليشيات وهم الطرف الثالث هم الحاكم الفعلي للعراق اليوم الطرف الثالث نفسه هو الذي دخل منطق الخضراء واستعرض قواه العسكرية رغما عن حكومة الكاظمي والاتفاقات المسبقة بينهم عندما دخلوا بعد اعتقال عناصر الميليشيات في حادثة الدورة بعد أن مسكوهم متلبسين في الجرم كل التقارير الحكومية والدولية والمحلية أثبتت أن الطرف الثالث هم بعض الأجهزة الأمنية والميليشيات وهناك تصريح من أحد المسؤولين بأن قيادة عملية بغداد ووزير الداخلية السابق كانت متواطعة بالشكل الكامل مع الميليشيات في قتل المتظاهرين لأن الشعب العراقي خرج المطالبة بحياة كريمة والحكومة وأجهزتها القمعية تعتبر هذه المطالبة بإزالة النظام وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية وتوفير احتياجات الناس الأساسية هذه جريمة في نظر الحكومة والميليشيات لكن دكتور تارس محلي الحكومة وحتى قارة الميليشيات الحقيقة على قلوة تصريحاتهم هم لم يعترضوا على التظاهرات السلمية يعني دائما يركزون على هذه القضية وأنهم يتفهمون هذه المطالب وبالتالي فما حاجتهم لقتل المتظاهرين وهم على الأقل أيضا في تصريحاتهم يؤيدون هذه التظاهرات ويؤيدون هذه المطالب ويتفهمونها حقيقة هذه الدعاة كاذبة ليست إلا الاستهلاك الإعلامي فقط وإلا الشعب العراقي والمنظمات الحقوقية ومنظمات الممتحدة تعلم أن المسؤولية الكاملة هم قتلة المتظاهرين هم الميليشيات وإلا كيف نفسر وصول أسلحة وزير الدفاع يعترف تماما بأن هناك أسلحة استخدمت بشكل كامل لقتل المتظاهرين والمحتجين والحكومة لا تعلم بوصول هذه الأسلحة ولا توجد هذه الأسلحة في مقازن الجيش الحكوم الحالي هذه الأسلحة هي موجودة عند الميليشيات وأثبتت التقارير الدولية أن هذه الأسلحة التي قتلت فيها المتظاهرون هي وصلت للميليشيات عن طريق إيران أمر آخر هناك مجازر حصلت في الناصرية وفي كربل وفي البصرة وفي ساحة التحريف في بغداد والجهة المنفذة هي القوات الأمنية الجيش والشرطة والميليشيات وهذه معلومات مؤثقة لماذا نسميها أيضا طرف ثالث ماذا فعلت الحكومة أمام هذه العناصر التي ثبت أنها تورطها بقتل المتظاهرين لم يحاكم منها أي شخص إلى غاية اليوم هناك أكثر من ألف متظاهر قتل لكن وزير الداخلية دكتور لكن وزير الداخلية ياسين الياسري ذكر أنه هناك ضباط شرطة خاصة في الكوت حكم عليهم بالإعدام بسبب قتلهم متظاهرين لم نعرف من هم هؤلاء الشرطة ولا أسماءهم ولا كم حكموا هي مجرد أقاويل تخرص بها وزير الداخلية السابق ولا توجد على أرض الواقع أي حكم في هذا الأمر ومعروف مجزرة التي قام بها في الناصرية الشمري لم يحاكم إلى هذه اللحظة جميل شمري هناك أيضا أقاويل نعم هناك أقاويل أيضا أنها خرجت أنه سيحاكم وأن الحكومة اتخذت إجراءات ولكن إلى هذه اللحظة لم نرى ولم نسمع أي إجراءات قانونية بحق هذا الشخص الذي ارتكب مجزرة في الناصرية بينما ندينا حادثة واضحة جدا والمجرمون متلبسون وأدوات الجريمة موجودة حادثة الصواريخ التي كانت تستهدي بعض المصالح الأجنبية وبعض المؤسسات العراقية هؤلاء اعتقلوا وادخلوا على الرواية الحكومة وادخلوا إلى المحاكمات ولكن بعد أيام خرجوا وداسوا على صورة الكاظمي على صورة الكاظمي بأحذيتهم وبأرجلهم إذن نحن نتكلم عن جريمة واضحة اعتقل فيها المجرمون ثم أطلق صراحهم وليس فقط إطلاق الصراح وإنما قدم اعتذار من الرئيسي الحكومة الكاظمي إلى هذه الجهات وبالمقابل هناك أناس يعتقلون هناك مدنيون يعتقلون بدون ذن وبدون جريمة الآن ونحن نتكلم هناك اعتقالات منذ يوم أمس في الطارمية يعتقل المواطنون بدون جريمة لحد الآن أكثر من خمسين شخص اعتقلوا في الطارمية بدون أي سبب ولكن هناك ميليشيات تريد أن تفرض سيطرتها على الأرض وفي المقابل يطلق صراح من تلبسوا بالجريمة وبالجرم المشهود إذن نحن لا نتكلم عن دولة وإنما نتكلم عن ميليشيات هي المتحكمة حقيقة في الحكومة والوضع الأمني في العراق أستاذ من المشاهدين الكرام ومن وظيف الكرام طبعا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن ما يسمى بالطرف الثالث في العراق بقومانا يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر مع الساد أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث فيما يسمى بالطرف الثالث في العراق وما ينسب إليه من قتل المتظاهرين واستهداف للمصالح الأجنبية في العراق ذي في طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور ثام العلواني والأستاذ ظافر الشمري دكتور رافع الفلاحي الآن السلطة اختلقت صنعت قدمت نظرية الطرف الثالث وأنه هو من يقتل المتظاهرين يقتف المتظاهرين يقصف السفارة الأمريكية يقصف المصالح الأجنبية وألقت بكل هذه التهم على هذا الطرف الثالث هكذا تكون السلطة قد برأت نفسها رفعت عن كاهلها وزر هذه الاتهامات الخطيرة سواء بقتل المتظاهرين أو استهداف المصالح الأجنبية وأصبح الساحتها مبرأة الآن والطرف الثالث هو المتهم وعلى الناس أن تلاحق الطرف الثالث يقول قيس الخزعلي الطرف الثالث لا يمكن الوصول له من الصعب بالوسائل الاستخباراتية أو التحقيق الكلاسيكية أن نصل الطرف الثالث وساسا سيد ماجد في شكل سلطة بالعراق من هي الحكومة علينا أن نعرف أن الحكومة الآن أو السلطة تقول أن من يتحمل المسؤولية والطرف الثالث طيب من هي السلطة هذه إذا كنا نتحدث بواقعية فهي سلطة العملية السياسية كلها والعملية السياسية فيها أحزاب وقوة وميليشيات وهي من تصنع الحكومة إذن الحكومة وأحزاب العملية السياسية وميليشياتها كتلة واحدة كلها مسؤولة عن هذه القضية يعني نعم هناك من يشث بهذا الاتجاه والبنس يقول هذه الحكومة أو هذه الحكومة إذا لم تفعل كذا سنسقطها اللي نحن جيبناها نعم وهذه الحقيقة إذن هناك طرفين في الغراق طرف الشعب وطرف الحكومة الطرف الأول هو الشعب هذا والطرف الثاني هذي اللي يقول أكو طرف ثالث معرف منه يتحدث عنه هو الحكومة والعملية السياسية كل هذه العملية السياسية بأحزابها بقوها بميليشياتها بهذه قد يختلفون وهذه واضح مو يختلفون هم مختلفين أساساً من 2003 لحد لأنه عندما شكلة العملية السياسية لأنه لأنه طبيعة تشكيل هذه العملية السياسية مبنية على الاختلاف لأنه هناك مساحات وهناك محاولات الامتداد محاولات كل من يمتلك قوة معينة يتجه باتجاه أن يوسع أن يوسع سيطرته أن يوسع إمكانياته أن يوسع قدرته على الاستحواذ أكثر فبالتالي هذه الأطراف نحن يعني ربما الحديث الحديث جرنا إلى الطرف الثالث بعد هذه الحادثة بعد حادثة فجر الجمعة نعم لو رجعنا إلى هذه الحادثة فجر الجمعة اللي هي اعتقال عناصر من ميليشيا الحشد في البعثة وكانوا قبلها قبلها وما بعدها قبلها كان كل القوات التحدث الشعب عندما يقولوا أن هذه الميليشيات هي من تخرب العراق الميليشيات هي من تحكم العراق كانوا يزعلون ويقولون هناك طرف ثالث طيب وكانوا يقولون نحن الميليشيات هذه اللي يسموها الحشد الشعبي هذه كلها تحت إمرة القائد العمقة المسلح وهو جزء من المنظومة الأمنية الحكومية ولهنا طيب خلاص وهناك قانون يحميها والبرلمان العتيد هذا صدر له قانون قال هذه يعني وكل الناس كل الفاهمين يعرفون أنه هذه شكلة الميليشيات خطوة خطوة وصولا إلى الحرس الثوري العراقي اللي شبيه بالحرس الثوري الإيراني لكي يعكم العراق بشكل واضع وبدون يعني بدون أطر معينة يقدم هو الحاكم الفعلي وأنت تذهب إلى إلى الحرس الثوري العراقي هكذا هي الخطوات لكن مجيء ثورة تشرين وبعدها الكورونا أخر هذا المشروع فظهرت نظرية هذه الحديث عن الطرف الثالث وصولا إلى يعني كانوا يتحدثون أنه نحن تحت إمرة القادة العامة المسلحة وهذه كل هذه فصائل اللي يسموها إسلامية ما يعرفش يسموها مقاومة مجاهد ما يعرف منه هذه كلها منضبطة تحت إمرة القادة العامة المسلحة نحن وصلنا إلى مرحلة القادة العامة المسلحة ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء هو القادة العامة المسلحة هكذا دستورهم يقول وهكذا نظامهم طيب أدما اعتقل هؤلاء مباشرة خرج نوري المالكي قال إنه ذولا مجاهدين لا يجوز الاعتداء عليهم والدولة دولتنا هكذا قال أي دولة يقصدها هذا اللي يدعي أنه دولة القانون دولة الميليشيات لأن ذولة الميليشيات بعد مباشرة خرج المسؤول العسكري معرف السياسي أبو علي العسكري نعم وشتم رئيس الوزراء بشتائم وعني لم يبقي شيء وقال عنه يعني أفضع الكلمات قالوا هذا إحنا جبناه قادرين أن ندوس رأسه ببسطال بالنص ببسطال الحشد وصفه بالمسخ المسخ نعم وقال سندوس على رأسه ببسطال المقاومين ذول المجاهدين وبعده خرجه وكأنه يعني أدوار يعني معدلها سابقين خرجه بعده هذا الخزعلي هذا الصغير وإذا به يقول أنه القضية متفق عليه وإحنا جبناك وإحنا انتخبناك مو إحنا انتخبناك إحنا عيناك وأنت عليك المهام التالية واحد ثاني ثلاثة أكثر ما عليك وغلس مثلما أشار ضيفك الأستاذ قبل قليل وغلس ومالك علاقة وهذه ذول مجاهدين وذول مقاومين ولا يجوز المساس بهم وطلعونا إياهم بصورهم لبسيهم هذه البدلات الخاكل الإيرانية ويدوسون على رئيس القائد العام قوات المسلحة إذن الآن الطرف الثالث هو المسيطرة على العراق اللي هو هو الحكومة هو الدولة هو كل شيء ولا وجود الحكومة لأنه هو اللي يضع الحكومة وهو واضح التهديدات واضحة أنت إن لم تلتزم إن لم تحترمنا ترنشي لكم بدلك واضح الكلام وهو لم يعترض رئيس الوزراء ولم يزعل وكان ممكن لو زعل هو عنده قدرة يجيبه للخزعة ليعتقله وحتى نور المالكي يعتقله مهما هو شنو نور المالكي اعتقله ويجيبه ويذهبه لأنه الكلام ما مقبول هذا وهذا العسكري الآخر اللي يجتمع وهؤلاء الذين داسوا على صورته قادر عام قوات المسلحة إذن هم وصلوا إلى نتيجة أوصلوها للشعب للعالم كله أنه لا وجود للطرف الثالث نعم وأن الحكومة مجرد ديكور ومن يحكم العراق هي الميليشيات وهذه الميليشيات هي المسيطرة وأن من كانوا يقولون أنه مصطفى الكاظمي هو نتاج يعني محاولات الجماهير أو جاء من رحمة تظاهرات هذه الكثبة لأنه قالوا نحن توافقنا عليه وإحنا جبناك وإننا نقدر نطلعك فبالتالي وإحنا جبناك على مهمتين وهذا مو شغلك وغلس والباقين غلسوا قبلك نظريت الغلس نعم 17 سنة من الخراب والدمار والفساد والقتل والدماء والتدمير تتحملها الميليشيات تحملها العملية السياسية بكاملها هم هكذا أوضحوا الموضوع إذن الطرف الثالث هو الطرف الثاني والشعب لحاله لا وجود لهذه القضية ولا وجود القيادة عامة القوات المسلحة ولا هذه الميليشيات لا تنتظم تحت مسمى القائد العام قوات المسلحة لا علاقة القوات المسلحة بها هناك إدارة وسيطرة في كل دولة حتى لو اختلفت معها لكن أنت تلتزم بالقوانين عندما تخرق القوانين يستطيع رئيس الوزراء تستطيع الحكومة تحيلك للمحاكم في العراق لا يوجد هذا الموضوع الميليشيات هي المحكمة وهي القاضي وهي الحاكم وهي من هي العامر الناهي جاءوا بديكور فقط لتمضية هذه الفترة اللي بيها وضع اقتصادي مهتز ووضع صحي مهتز ووضع سياسي مهتز لا أكثر أستاذ ظافر الشمري السلطة وأشار دكتور رافع أنه من 2003 تصنع أو تفبرك أطراف ثالثة وإن لم تسميها يعني طرف ثالث مرة أن هذه الجرائم تلقيها على البعثيين لاحقا على القاعدة لاحقا على داعش لاحقا على الإرهاب وصولا إلى الطرف الثالث الأطراف المتضررة من هذه الممارسات يعني كالولايات المتحدة الأمريكية تقصف قواعدها ويعني سفارتها في بغداد هذه الطرف الثالث إلقاء التهم على الطرف الثالث مقنع لها وأنها فعلا ستطارد هذا الشبح المسمى الطرف الثالث وتترك الميليشيات المتهمة بالقصف مقنعة هذه أقنعت يعني الحكومة والميليشيات أقنعت أمريكا وأطراف دولية أن الطرف الثالث هو المعادي لها من يقصف مصالحها عزيز طب ماجد الولايات المتحدة لا تقتنع بما يقول كذا وكذا الولايات المتحدة لديها أجهزتها وهي من تقيم الوضع وهي التي تمتلك أدوات الاستخبارات المتقدمة جدا وتأخذ استخباراتها من أرض الواقع وتحللها وتقيمها وتتعامل على هذا الأساس مسألة الرمي التهم على الطرف الثالث هناك جهات إرهابية هناك جهات يعني الكل يعلم أن هناك جهات إرهابية سواء إيراني فصائل إيرانية قوة القدس القاعدة داعش تنظيمات أخرى موجودة نحن تحدثنا عن عسكرة المجتمع وقلنا أن عسكرة المجتمع تداعت لها إيران وغير إيران لكن الآن نحن من نجي نقول من الذي اتهم التظاهرات بأنها مؤامرة من الذي اتهم التظاهرات بأن البعثيين وراءها من الذي يتهم كل متظاهر بأنه ابعثي من الذي يعني حتى منهم في الحشد الشعبي وأذكر لك مثلا هناك شاب اسمه جبار من البصرة مشارك في الحشد الشعبي وتناولته وسائل الإعلام طورد واختطف وضرب وعذب لأنه خرج في تظاهرات يعني ضد هذه السلطة السلطة كما قلنا هي مجرد دمية أنتجتها وصنعتها منظومة أحزاب فاسدة يعني ببساطة كل شخص اتهم التظاهرات بأن المتظاهرين جوكرية بعثية لأنهم يشعرون بالخوف هم يشعرون بالرعب خاصة من الشعارات التي رفعت في محافظات الجنوب القاعدة التي كانت إيران تتصور أنها هي قاعدتها وهي امتدادها انقلبت ضدها وأصبحت تصرخ بطرد إيران وبطرد الفصائل المرتبطة بها لأن الناس ضجت في هذا الموضوع يعني أنا لدي معلومات من داخل ساحة التظاهرات أن المتظاهرين وأنا على اتصال بكثير من أعضاء من الموجودين هناك يقولون أنه هؤلاء الأشخاص الموجودين الذين اعتدوا على المتظاهرين وضربوهم نعم هناك من أجهزة الجيش وهناك من أجهزة القوات الأمنية ولكن حتى أجهزة الجيش والقوات الأمنية حتى من لم يكن يحمل سلاحا يعني معلومة وليس التحليل أنه حتى ضباط في مكافحة الشغب تم تهديدهم من أناس يرتدون بطلات خضراء زيتوني غامقة يعني أهينوا هذه معلومات من داخل ساحة التظاهرات هناك الفصائل الأحزاب الموجودين والمندسسين بين المتظاهرين في النهار شكلاً وفي الليل شكلاً آخر هم من سحبوا المتظاهرين هم من يقتلون المتظاهرين هم من يطعنون المتظاهرين الطرف الثالث معروف سواء سمي أم لم يسمى سواء سمي باسمه الطرف الثالث أم لم يسمى الحقيقة واضحة أن المتظاهرون السلميون الذين خرجوا ونادوا بتغيير هذه المنظومة بقلعة وهذا هو ما يربكهم هم ينادون يقولون حاولوا أن يغيروا الوجه إلى إصلاح وقالوا سنصلح وفشنا وحاولوا امتصاص الغضب السقف السقف التظاهرات ارتفع إلى إسقاط هذه المنظومة وهذا الشيء هو الذي يرعبهم إسقاط المنظومة يعني انتهاء كل الفساد انتهاء كل المحاصصة يعني انتهاءهم وهم طبعا لا يريدون هذا الشيء لا وعود لا كلام نريد إسقاط النظام هذا هو الشعار الذي رفعه المتظاهرون ليس الإصلاح المتظاهرون لا يرلك وهذا هو طبعا يعني المتظاهرين يقولون احنا من خاف من القوات الأمنية تعتقلنه القوات الأمنية وهذا أيضا موجود وموثق نعم وعلى لسان هذا الشعب المتظاهر الذي عذبه في القيئة البصرة يقول لأنا لا أخاف من القوات الأمنية تعتقلنه لأن سأخرج بعد يوم يومين أشكرك وسأخرج لكن لكني أخاف أن أعتقل من قبل الأحزان دكتور ثامر العلواني المتظاهرون والنشطاء يؤكدون أن هذا الطرف الثالث هو فعلا الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة التابعة لإيران والسلطة إلى أي دليل أو ما هي الأدلة على أن هذا الطرف الثالث هو الميليشيات هل هناك من أدلة ملموسة مادية بيد المتظاهرين والناشطين ومؤازريهم ومناصريهم مناصري التظاهرات أنه هذا الطرف الثالث هي الميليشيات أولا فقط أنا أقول أن الحكومة والأحزاب السياسية بين قوسين الإسلامية المتسلطة على رقاب الشعب العراقي تتحمل مسؤولية كاملة عندما العراقين التي أريقت منذ 2003 وإلى يومنا هذا خصوصا في الأخيرة تظاهرات ثورة تشريف هي بكل أحوال مسؤولة لأنها لو افترضنا جدلا أن الحكومة غير مشتركة مع الميليشيات في الجريمة فهذا لا يعفيها ولا يبرع ساحتها من المسؤولية عن حفظ ضماء العراقين إذن هي الحكومة والأحزاب السلطوية من كل الجوانب هي مسؤولة ومدانة وتحاسب على مشاركتها في الجريمة سواء كانت متواطعة أو مشاركة المتظاهرون مجني عليهم ولديهم شهود بالآلة على ما جرى من جرائم بحقه قتل المتظاهرين وخطفهم وهناك فيديوهات وتصويرات كاملة وثق الجرائم بحق المتظاهرين ومن قتلهم سواء صباحا أو مساء يشاهدون التهديدات من قبل زعماء الميليشيات وقادة العصائب سواء زعيم ميليشيا حزب الله سواء زعيم ميليشيا العصائب سواء مقتدى الصدر كلهم صرحوا وهددوا المتظاهرين بالقتل وهددوهم بالإبادة واتهموهم باتهامات باطلة هذه كلها بطبيعة الحال توثق الجهة التي اعتدت عليه فطبيعي جدا أن يكون علمهم بالجهات التي قتلت المتظاهرين يقين عندما تهاجم سيارات العصائب وسائرون الساحات ويقتلون ويختطفون المتظاهرين من الساحات بالتعاون مع القوات الأمنية هذا يعني أن الحكومة متفقة ومتعاونة مع هذه الجهات ومع هذه الميليشيات في استهداف المتظاهرين كيف ممكن هنا سؤال يجب أن يقول كيف ممكن أن نطلب من المجرب بمحاكمة نفسه نحن عندما نقول ميليشيات فذلك يعني أننا نتكلم عن حكومة الحكومة هي مشتركة تماما مع الميليشيات الميليشيات هي من جاءت بهذه الحكومة وهي من جاءت بحكومة عادل عبد المهدي إذن هم من قتل وعذب المتظاهرين ومارسوا أبشع الجرائم بحق الأبرياء كيف نطلب منهم أن يكشفوا عن أنفسهم ويذهبوا إلى المحاكم لكي يحاكموا أنفسهم هذا إن وجدت هناك محاكم ممكن أن تستقبل اعترافات هؤلاء المجرمين ما أريد أن أقوله إنهم مجرمون ولا يمكن أن يكشفوا عن جرمهم ولا يمكن أن يحاسبوا أنفسهم وهناك تستر وتواطع من قبل المشاركين جميعا في العملية السياسية على هذه الجرائم حتى لا يفقدوا مصالحهم الشخصية والحفاظ على مواردهم المالية الآن الجميع يعلم من هو الطرف الثالث المتحكم بالبلاد بشكل شبه كامل الميليشيات هي من تتحكم بالوضع الأمني وهي المسيطرة على المنافذ الحدودية وهذا باعتراف رئيس البرلمان آخر اعتراف رئيس البرلمان الحالي عندما قال أن واردات المنافذ يسيطر عليها المسلحون وخارج إطار الدولة ولا تدخل إلى خزينة الدولة وللعلم حتى المتعاون مع الحكومة والدائمون لها أثبتوا أن الحكومة والميليشيات هي المسؤولة عن الجرائم بشكل كامل أشكرك أستاذ ظافر الشمري في سيدني يعني على الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على ظهور أو ولادة الطرف الثالث وقتل ألف من المتظاهرين وحوالي ثلاثين ألف جريح ومغيب ومعتقل وبعد ذلك تحول الطرف الثالث إلى قصف سفارات وأيضا قواعد أجنبية برغم مرور كل هذه الفترة وهذه الدماء لكن السلطة لحد الآن لم تنجح في كشف هوية الطرف الثالث وتقديمه للرأي العام في العراق أن هذا الطرف الثالث هذا شبكة الطرف الثالث هذا مجرم من الطرف الثالث تم إلقاء القبض عليه معقول القضية صعبة إلى هذا الحد ولن تنجح ولن تنجح أستاذ ماجد مثل ما قال قيس الخزعاني هو طبعا هو يعلم لماذا يقول هذا الشيء في ظل الأوضاع الحالية لن ينجحه ليس يعني مسألة مسألة تحديد الشبكات شبكات الإرهابية أو شبكات الجريبة المنظمة الوصول للطرف الثالث عملية معقدة عملية صعبة لا يمكن الوصول إلى الطرف الثالث بهذه الأدوات الاستخباراتية الكلاسيكية لا بد من شيء استثنائي غير مطروق أستاذ ماجد أنا تخصصي الماجستير مالتي في الشبكات يعني في الشبكات تحديد الشبكات الإرهابية أو شبكات الجريبة المنظمة نعم الموضوع هو الإرادة والرغبة والإرادة السياسية هل من المعقول أنه يوجد يعني عندنا ست أجهزة استخبارات ومخابرات وأمن يعني ست أجهزة متخصصة ومكافحة إرهاب أنا يعني أشك في أنه لا يوجد أناس أعلم جيدا أنه يوجد أناس متخصصون ومهنيون ومحترفون لكن القرار ليس لهم القرار سياتي بالنتيجة الأخيرة عملية تفكيك الشبكات يجب أن تكون من لجنة هم طبعا يجب أن يحشروا دائما أنوفهم في أي عملية حكومية يعني يجب أن يدخلوا طرفا منهم في أي عملية حكومية إما حفظا يعني يوم لفرض الرأي وليس حفظا للتوازن أو لمعرفة الحقيقة عملية تفكيك الشبهات أستاذ ماجر 30 ثانية ودقيقة إنه عملية تحديد يجب أن تكون من أناس متخصصين في عمليات الجرائم نحن نقول الفرنسي الفرنسيك إبيدنس يعني نوع الإطلاقات اللي يتحدد نوع السلاح الدليل قضائي اللي يتحدد المسافة الزاوية يعني هذه اللجنة يجب أن تكون لجنة مهنية محترفة من شخصيات عراقية ودولية في عملية تحقيق بدون وجود شخصيات دولية لن تكون اللجنة صادقة وبالتالي لن يتوصل أعتذر منك للوقت الحقيقة يعني قارب بنتي دكتور رافع يعني هذه السلطة لحد الآن لم تكشف هوية الطرف الثالث يعني على الأقل من لناحية الشكل يعني ناحية الشكل والاحترام الرأي العام في العراق وعدم المضي أو الاستمرار في الاستخفاف بعقله عن طرف الثالث عشرة أشهر وهو يقتل ويقصف يعني حتى هذه القضية يبدو ليست في حسابات السلطة وقواها يعني ربما في وقتنا نعم بشكل سريع قضيتين بشكل سريع قضية الأولى عندما تم مسك تعقيبا على ما قالوا الأخوان وإجابة لعذرتك أن ما تم مسك هؤلاء الأرباطاش اللي قالوا نحقق معهم شكلوا لجنة مشتركة نعم من وخل واللجنة المشتركة وضعوا فيها أمن الحشد نعم وهؤلاء قالوا أنهم تابعين كتائب حزب الله من الحشد ومسؤول أمن الحشد هو من كتائب حزب الله أبو زينب وسلم هؤلاء الأرباطاش إلى أمن الحشد نعم باعتبار قالوا تبعيتهم يعني بموجب تبعية نعطيهم الضولة حتى يحققونه إياهم من يحقق مع من يعني مجرم يحقق معه مع نفسه فهذه القضية اللعبة فبالتالي أبو زينب اللي هو مسؤول أمن الحشد وهو تابع لحزب الله كتائب حزب الله أطلق صراحهم وطلقهم لبسهم هاي ليدهم ودوسهم على رأس هذه القضية النقطة الثانية في القانون الجناء العراقي من يشارك في الجريمة من يدل عليها من يهيئ لها الظروف من يسكت عن الجريمة هو مشارك في الجريمة ويأخذ نفس العقاب مع المجرب فعندما تدخل الميليشيات تقتل الناس والقوى الأمنية واقفة تتفرج وتفتح لها الطرق إذن القوى الأمنية والحكومة مشاركة عندما الحكومة لا تشير بإصبع واضح إلى الطرف الذي يقتل الناس وتقول لنا ذول القناصين أنا ما أعرفهم وما أعرف من جوي وشو نسلحتهم يطلع لنا وزير الدفاع يقول لنا الأسلحة نحن لم نستورديها وطرف الثالث يضحك على الناس هذا الكلام كله يجعل طرف هذا كل الحكومة والعملية السياسية وحزابه مشاركة مع الطرف الثالث في قتل الناس إذن الطرف الثالث والحكومة وحزاب السلطة وحزاب العملية السياسية وهو بالنتيجة العملية السياسية كلها هي الطرف الثالث الذي يقتل الشعب هذه هي كل القصة أشكرك طبعا نلفت عناية المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدية الفضائية تبث الآن على ترددها الجديد ولذلك يرجى من المشاهدين الكرام التحول إلى التردد الجديد لأن التردد القديم سيتم إيقاف قريبا في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت نظرية الطرف الثالث في العراق لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا أيضا من سيدني في استراليا الأستاذ ظافر الشمري المتخصص في الشهول الأمنية وكان معنا أيضا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان العام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر